هلتعلم من خلال الفيديو ده طريقة رسم دولاب بطريقة بسيطة وسهلة من خلال برنامج جوجل اسكتش اف. اول حاجة هبتدي ارسمها وهي القاعدة بتاعت الدولاب. هبتدي هروح الامفلاين. هبتدي اضغط كليك واسحب في اتجاه محور اكس. وهقول له اتنين انتر. وهاجي في الاتجاه التاني اول ما الخط يبقى معنا بالقول الاخضر يبقى انا كده مصبوط. هقول له ستة انتر. وهسحب في الاتجاه الاخر هقول له هقول له اتنين انتر. وهاجي في الاتجاه الاخر والاخير هقول له ستة انتر. كده انا رسمت الجزء القاعدة الخاص بالدولاب. هضغط على دبل كليك. وقول له كليك يمين من الجروب. وخش جوا الجروب ده دبل كليك. واقول له بوش. لاعلى بوينت زيرو خمسة انتر. بهذه الطريقة. كده انا خلصت اول جزء في الدولاب ده. عايز ابتدي ارسم الاواين بتاعة هذا الدولاب. هرسمها ازاي? هروح للركن ده عن طريق امر العين. واضغط كليك. واسحب. هقول له بوينت وان انتر. وهجب الاتجاه الاخر اقول له بوينت وان انتر. وهاجف هاجز الاتجاه اقول له بوينت وان انتر واقفل الشكل بتاعي. برضو هخش جوا الجزء اللي انا رسمته ده. اختاره كله. واقول له كليك يمين. المرة دي هقول له ميك كومبوننت. اسمي ان ده اي مسلا او اي اسمي اعجبك. واقول له كريت. هبتدي اختار الجروب اللي انا الكمبوننت اللي ارسمته ده. واقول له موف. وااجي من الروت ده. اقول له كونترول كليك. واروح اخد نسخة في الجزء ده. بعد كده هختار الاتنين مع بعض. واقول له موف كونترول من النقطة دي. ااخد نسخة لحد النقطة دي. بعد كده عايز اختار ده. وده. واقول له موف كونترول من الميت بوينت. المرة دي من الميت بوينت. كليك. وااجي في الميت بوينت. واقول له كليك. كده انا رسمت الاربع قوائم بتوعي. عايز اديهم الارتفاع. هخش جوة واحد فيهم ضابل كليك. واقول له امر بوش. كليك. واسحب اللي اعلى. واقول له عايزه على الارتفاع اتنين متر لهذه الطريقة. الملحوظة اللي حضرك هتلاحظها ان انا ليه ما عملتش الايم ده مش ليه عملته مش مش علشان بمنتهى البساطة زي ما حضرك لحظت انا مجرد عملت بوش لواحد اللي باعت اعمله. النقطة التانية لو حبيت اعدل في اي ايم فيهم الباعة هيتعدل بشكل طبيعي. يعني لو جيت احبيت اقلل في الارتفاع. اخش جوة جروب. وقول له لا والله اقلل الارتفاع بهذا الشكل. هرجع له الاصل يعني. بهذه الطريقة. هعمل كونترول زت. فدي التركة اللي حابب حضرك تعرف. كده انا رسمت الاربع الاواين بتاعتي. هاختار القاعدة وقول له كونترول موف للنقطة دي. اجيبها للنقطة اللي فوق دي. كده رسمت السطح العلوي بتاع الدولاب. عايز ابتدي ارسم الاجناب والضهر بتاع الدولاب. هعملها ازاي? هاجي في الجنب. وابتدي اختار امر. وابتدي من النقطة دي. اسحب حتى النقطة الاخيرة. في هذه الطريقة. واقول له دابل كليك. كليك يمين. ميك جروب. ابتدي اخش جوة جروب. واقول له بوش لبرة. بوينت زيرو خمسة. انتر. كده انا رسمت الجنب الاولاني. طيب عايز ارسم الجنب التاني. الجنب الاولاني شبه الجنب التاني. فا اختار هذا الجروب. واقول له موف كونترول من النقطة دي. هاتهالي في النقطة دي. يبقى انا رسمت الجنب التاني بكل سهولة. هاجي على الظهر بتاع الدولاب. هبتدي اختار امر المستطيل او وارسم مستطيل من النقطة دي. واسحب لحد ما وصل للنقطة للنهاية. هبتدي اضغط دابل كليك على هذا المستطيل. كليك يمين ميك جروب. خش هو الجروب واقول له بوش لبرة. بوينت زيرو خمسة انتر. هلاقي رافسي قدرت ارسم الظهر بتاع الدولاب ده بكل سهولة. طيب. عايز ارسم فاصل كده ما بين الجزء ده والجزء ده في الدولاب. هعملها ازاي? هاجي بمنطقة البساطة في الجزء ده كده. واختار من النقطة دي. واسحب حد ما وصل للنقطة دي. هزي الطريقة. وهضغط امر بوش. وهسحب الى اعلى. بهزي الطريقة. كده انا عملت برتيشان فاصل بين الجزء ده والجزء ده. جميل جدا. عايز بعد كده ارسم شوية رفوف كده جوة الدولاب. هعملها ازاي? هاجي. عن طريق امر المستطير برضو. على ارتفاع مناسب. طبعا انا هرسمه هرسم الرفوف دي بابعاد تقريبية. لكن انت ممكن ترسمها بابعاد دقيقة يعني. وليكن ان ده الارتفاع المناسب لأول عندي. هبتدأ اضغط كليك واسحب. حد ما وصل للنهاية واضغط كليك. هخش جوها الخطوط دي. اضغط ده بالكليك يخليها يمين. ميك جروب. وخش جواها. واقول له بوش. لبرة. وليكن عايزها بوينت. اربع انتر. اربعين سنتي. بهزي الطريقة. وجرت ما رسمت تتاولاني. هبتدأ اخش على ده. وقول له من النقطة دي. واسحب الى اعلى. ممكن ادوس السهم الاسفل. او اللي اعلى. علشان خاطر السهم يبقى عاية الفوق. عدل. واضغط كليك. طيب. عايز ااخد نسخة من الاتنين دول اديهم. من ناحية التانية. بكل بساطة. ممكن ااخد ده. مع ده. كنترول مع ده. واقول له موف. من النقطة دي. واسحب اروح الناحية التانية. ومنتهى البساطة. ممكن ان انت تعمل ما بين الاتنين. اقول له في مكان. واسحب. اجيب الاتنين دول عكس الاولاني. يعني لو احبيت. يعني بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. جميل جدا. كده انا قدرت ارسم الرفوف بتاعتي بمنتهى البساطة. اخر حاجة معايا ان انا ارسم الدولف بتاعة هذا الدولف. طيب. ممكن اعملها ازاي? ممكن ان انا ابتدي اخد لاين في المنتصف هنا كده. بهذه الطريقة. وابتدي اخد امر مستطيف من النقطة دي. لحت النقطة دي. بهذه الطريقة. وابتدي. دابل كليك. كليكين ميك جروب. وابتدي. احش جوه الجروب ده. وقول له بوش. زيرو خمسة انتر. واطلع برا الجروب. كده انا رسمت الجروب بسهولة. عايز اخد نسخة النحاء التانية. هبتدي اضغط عليه. وقول له كنترول مع موف من النقطة دي. هروح لحد النقطة دي. ممكن اعمل حركة جميلة جدا. ان انا ابتدي اقول له موف من هنا. بوينت زيرو وان انتر. واختار الثاني موف. قاسب. اختار الثانية. وقول له موف. بوينت زيرو وان انتر. يعني على اساس يعني يبقى في شفت بسيط كده ما بين الضرفتين يدوني احساس بان دول ضرفتين يعني مش ضرفة واحدة. اخر حاجة ممكن اعملها في الموديل بتاع دولاب ده البسيط ده. اني ارسم الاقرة. ارسمها ازاي منكم بمنطقة البساطة. ابتدي من هنا. اختار سيركل. او. وابتدي اجي. على الجزئية دي. وارسم. يعني. يقول له جنب هزي الشكل. واقول له. دابل كليك. كليكي ميمي جروب. بخش جوة الجروب ده. واقول له بوش. بعزي الطريقة. وابتدي اختاره. واقول له موف. من النقطة دي. دي النقطة دي. بازي الطريقة. من اللي هموف بازي الطريقة. بازي الطريقة. ده الشكل اللي احنا طبعا نحس ان القكر بتاعتنا عالية يعني. اقول له موف. كده. ده شكل دولاب بسيط قدرنا نوصله من خلال الفيديو بتاعنا. فايدة انك تعرف تعمل لأي حاجة في انك اللي ممكن ما تلقاش اللي تقدر تعتمد عليه في الشغل بتاعك. فلا في مهم جدا انك تتعلم ازاي تعمل موديلينج. ممكن بعد كده نخش على الماتيريال. ونختار وليكن الوود. هاتبعنا الماتيريال بتاعت الخشب. ابتدي اضغط على الوود. وابتدي اطبق الماتيريال بتاعتي على الشكل اللي قدامي. بهزي الطريقة. هاجي بعد كده ممكن لو عملت كليك كيمين. كونترول كليك كيمين. على الظلف مع مع هنا ادت. ها. هبتدي كمان اخو الماتيريال مختلفة. واديها للضلف. الرفوف بتاعتي. والقوية ممكن كمان اديها لون اعمق. بلازي الطريقة. يبقى قدرت اطبق متيريال بمنطقة البساطة على الشكل بتاعي. هقول له بعد كده. انهايت. انهايت. وقول له قول. بشان رجع للشكل بتاعي. يبقى ده الشكل اللي احنا وصلنا له بعد ما حطينا الماتيريال لهذا الدولاب. شكل رائع وشكل جميل جدا وبسيط جدا. كان ممكن ان انا اخليك ترسم الدولاب ده بطريقة اسهل من كده لكن مش هتكون واقعية. ان انا اقول لك هات مستطيل. واعمل له بوش لاعلى. وتعال هات في المنتصف كده خط. وحط الاكرة وهكذا ودي له الماتيريال. كممكن اقول لك كده. لكن احنا بنحاول نرسم طريقة اكسر واقعية تفيدك في اخراج الشغل بتاعك يعني لو حبيت تاخد سيكشن هيزهر لك بالتفاصيل لو حبيت تاخد لللقطة دي هتلاقي التفاصيل بتاعتك واضحة وهكذا. الفيديو بتاعنا انتهى. اشكركم نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالي.